مفهوم الوطن مفهوم واسع وكبير جدا ويحمل اتجاه اتجاه علمي كما يعرفه علماء الاجتماع والسياسة وتعريف او مفهوم عاطفي وجداني فابدأ من الوجداني والعاطفي الوطن هو الانتماء الى ارض معينة الى بيئة معينة فالوطن هو الهوية المعبرة على كيونة الانسان والوطن هو الحلم الذي يعيش داخل الانسان وهو التطلب لكل انسان في ان يعيش في بقعة جغرافية معينة توفر له مستلزمات اساسية في مقدمتها الامن والامان والرزق الميسور طبعا هناك اشياء اخرى ما يجب ان تتوفر لكل انسان يبحث عن وطن وهي العدالة والمشاركة والدور الفاعل في المجتمع وتحقيق الامنيات والاخذ بالاسباب احنا نعيش في مجتمعاتنا العربية والاسلامية تقريبا قاطبة المفهوم الوجداني المفهوم الوجداني يطغي على المفهوم الآخر العلمي لان احنا اوطان عشنا في ازمات كثيرة وشهدنا صراعات كثيرة وشهدنا حقب من الاستعمار والحيمنة والحروب والازمات القاتلة والتهجير والمشاكل كثيرة فهذه كلها اثرت على وضع المفهوم وصياخته اما علماء الاجتماع فيعرفون الوطن على انه بيئة جغرافية محددة يعيش بها الانسان وعلى ان تتوفر في هذه البيئة مستلزمات حياة الانسان الاساسية من امن وغذاء وخدمات اخرى محتاج طير يا الهواء ووصل على بلادي ويا اذان الفجر يا محلى بغدادي عندما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة وقف على مشارف مكة وقال والله لا اعلم انك احب البلاد احب البلاد الى الله والى نفسي ولو لم يخرجوني اهل مكة لما خرجت منها هذا القول عظيم جدا يعني هذا يأسس لي مفهوم وطني في العالم الاسلامي الوطن هو الحلم الذي نسعى لتحقيقه على مر الازمان هذا يحملنا طبعا الى جوانب كثيرة اخرى وهي انه الانسان ليش يترك وطنه وليش يهاجر لان احد مستلزمات الوطن ان يوفر بيئة امنة وعيش سهل وميسور للانسان اذا الانسان افتقد الامن افتقد مقومات الحياة فالله سبحانه وتعالى دعا الى ان يسافر ويرحل في بلاد الله الواسعة للبحث عن الملاذ اذا الوطن هو الملاذ اذا الوطن هو الملاذ هي من اعزة ذكريات عندي تبقى ترافقني طول حياتي هي النشأة الاولى بصراحة انا نشأت في العراق في مدينة تابعة الى محافظة ديالة هذه المدينة اسمها مندلي ومندلي تقع الى الشرق من بعقوبة اللي هي مركز محافظة ديالة بحوالي 80 كيلومتر وتقع على حد الحدود العراقية الايرانية مباشرة مدينة مندلي مدينة بسيطة وما زالت بسيطة تحتضنها البساتين من كل النواحي ومدينة جوها على طول السنة جو دافئ جدا ما شفنا بيها برد قارص ولا شفنا بيها حر شديد جدا مدينة تغذي نفسها بنفسها انا طبعا احكي لك على ايام زمان من كانت الانهار وفيرة والبساتين عامرة ونشأت انا في هذه البيئة تقريبا هي يعني بيئتي العائلية شبه زراعية قروية لكن هي مدنية يعني انا والدي رحمه الله ينتمي الى اسر فلاحية واحنا كنا فلاحين حقيقة وانا نشأت في بستان يعني فاثمنطع السنة الاولى من حياتي نشأت في هذه المدينة الصغيرة لكن مع صغر هذه المدينة كان فيها مكتبة عامرة لطلاب المدارس كان فيها مراكز صحية جيدة تفي بالغرض كان فيها خدمات ومرافق اساسية من مياه وكهرباء الى آخره لكن هي مدينة بسيطة جدا للذي لا يعرف من دلي هي مدينة اثنيات مدينة عيش بها قوميات متآخية متحبة متسالمة لم نعرف اثناء وجودنا في هذه المدينة مشاجرات او مشاحنات او صراعات او ازمات سواء كانت عرقية او قومية او طائفية في هذه المدينة ترى الكردي والعربي والتركوماني وحتى انا لحقت على بقايا ثلاث اربع اسر يهود كانوا في مندلي وطبعا تم تهجيرهم بالقوة الى خارج العراق تعرف سياسة الترحيل الى اسرائيل او دولة الكيان الصهيوني مدينة يشون بها الشيعة والسنة على حد سواء مدينة بها اقلية فارسية ايضا لانه احنا مجاورين الى ارض فارس وسابقا تعرف الناس ما اكو حدود وما اكو كذا فمتداخلة العوائل وكنا حقيقة ما نسأل الى حد قريب يعني ما نسأل عن اصدقائنا انت من اي طائفة وانت من اي قومية لانه هذه فالشيء كانت خصوصيات ونحترمها واللي يسأل عنه شي سؤال نعتبره متخلف احسنت يعني بالثقافة العراقية هي الوطنية العراقية الانسان متسامي العراقي ترى متسامي جدا هذه دخلتنا اشياء دخيلة بعد الاعتلال الامريكي للعراق وان شاء الله هذه عابرة يعني ما راح تبقى هذه الثقافة الطائفية او العنصرية يلي تبيع الرمان بالعدد له بالميزان يلي تبيع الرمان بالعدد له بالميزان خليت فكري حيران مش حيلو اكل الرمان خليت فكري حيران مش حيلو اكل الرمان كانت بساتين مندلي هي تمثل الان مثل ما الانسان الان يروح الى بالعصر الحديث يروح الى مول او يروح الى حدائق عام او يروح الى مدينة العاب احناها كلها كانت مستقدية حسب بيئتنا البساتين في مندلي هي ملاذ العوائل وملاذ الشباب حقيقتا وهذه البساتين كانت يعني فالشيء احنا ما كنا من تبهيه سابقا بصراحة بعدين من كبرنا قمنا نعرف قيمة هذه الاشياء هذه البساتين عامرة بالثمار وانا بعد سنين طبعا قمت احكي الى يعني عائلتي واصدقائي انو كيف كنا ندخل هذه البساتين من ابوابها المفتوحة وبالمناسبة ثمانين من البساتين بلا اسيجة الناس تدخل وتأكل لكن اكف الثقافة وكتقاليدة ربينا عليها انو احنا ما ناخذ شيء خارج هذا البستان يعني ممكن ان نقعد بالبستان اناكل ما نشاع من الرمان طبعا مدينة مندلي مشهورة بالرمان درجة اولى طبعا معروف حتى في اغنية قديمة رمان بلدة مندلي طعما حلو طيب هني صاغل وديك الهليم والعشن بي ذريا صاغل وديك الهليم والعشن بي ذريا مشهورة مدينتنا بالرمان على انواع طبعا والرمان تعرف فاكهة مقدسة وردت في القرآن الكريم هي من فواكه الجنة احنا مندلي موجود الرمان بانواعه موجود التمور طبعا وتسمى مدينة مندلي مدينة المليون لخلة عدنا انواع جدا ما نستطيع ان نعددها من التمور فأدي انا هذا البستان كنت انا اعيش به على طول اغلب حياتي ادرس بالبستان اترفه بالبستان التقي باصدقائي بهالي البساتين ونعتبر كل بساتين مندلي هي ملك عام لكل الناس حقيقة من الاخير اجربك بالمطلق كله لكن العراقي مر وانا عراقي وابقى عراقي حتى وان عشت ما شاء الله انا عيش خارج العراق انا كل لحظة احس بانتمائي للعراق وهذا ليس كلام حقيقة لكن فقط اضطريت اقوله جوابا على سؤال حضرتك هذه كل هالازمات اللي نعيشها حقيقة ليست جديدة على العراقيين يعني العراقيين منذ اربعمائة وخمسمائة سنة اتعرضوا الى غزوات من غزوات المغول والتتار وهولاكو ملايين ايضا ابيدت في غزوات وفي حروب كثيرة سابقة لكن العراق كالعنقاء هذا الطائر الاسطوري ينهض من جديد عندي امل كبير جدا في ان نتجاوز لكن انقلب وضع العراق بصراحة اصبحنا الان الواقع العراقي الجميع متذمر الجميع يعني مش في طبقة مثلا يقول لك والله وضع العراق جيد لا لا الجميع بما فيهم الطبقة السياسية العليا اللي تحكم البلد الى اصغر مواطن و اصغر مهنة بسيطة في العراق يشكو من ماذا؟ يشكو من خدمات يشكو من قلة امن يشكو من حب ما هو اساس عيش الانسان هو العدالة ترجمة نانسي قنقر انا طبعا خريج جامعة بغداد في مرحلة البكالوريوس والدكتورة وانا خريج جامعة كيل في بريطانيا في مرحلة الماجستير خلص التعليمي الابتدائي والثانوي في مندلي اول 18 سنة من حياتي في مندلي ثم ارتحلت الى بغداد بحكم الدراسة وكملت البكالوريوس في بغداد ثم عملت حقيقة في مؤسسات اعلامية ورسمية وصحفية مدة طويلة جدا تقلدت مناصب ايضا مسؤولة يعني تقريبا اقدر اقول متقدمة في الوظائف انا كنت معاون مستشار صحفي في لندن في التسعينيات وانا المستشار الثقافي للعراق في سفارة جمهورية العراق من الالفين الى الالفين وثلاثة في موسكو وكنت محاضر في قسم الاعلام في كلية الاداب في جامعة بغداد كنت مدير دائرة الاعلام في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كنت باحث اقدم حقيقة في مركز الدراسات والبحوث التابع انا ذاك الى رئاسة الجمهورية عضو نقابة الصحفي العراقي منذ سنة ستة وتسبعين عضو اتحاد الكتاب والمؤلفين العراقيين من المؤسسين لجمعية البراسويكولوجي العراقية في عام اثنين وتسعين عندي نشاطات حتى قبل هذا التاريخ مجتمعية في اتحاد العام لشباب العراق وفي الاتحاد الوطني لطلبة العراق طبعا هذا كل تاريخ يمتد الى الفين وثلاثة طبعا بحكم هذه الظروف اللي تعرضنا لهذا طرينا حقيقة ان نطلع من العراق وكان يعني في امننا ان نطلع فت سنة سنتين لكن هذه طولة السنة سنتين انا الان في المملكة الاردنية الهاشمية اعتبر يعني هذا هو ايضا بلدي الثاني اكرمونة الهاشميين والاردنيين النشامة حقيقة ووجدت فرص عمل الان انا احاول ان اعكس موقعي في جامعة الشرق الاوسط انا كنت عميد كلية الاعلام في الجامعة والان نائب عميد كلية الاعلام رئيس قسم الصحافة عندي صفحة بالفيسبوك اسمها ميديا الشرق الاوسط استقطبت بها عشرات الطلاب حقيقة من العراق وطبناهم في جامعتنا وكانوا يبحثون عن دراسات عليا وعن قبول وسهلنا لهم كل الاجراءات يعني كثير الان عندي اصدقاء من العراق وكأنما انا عايش بالعراق بصراحة يعني عندي اصدقاء من البصرة من الكوفة من النجف من الانبار من الموصل من ديالة من بغداد من صلاح الدين من كركوك من كردستان ايضا عندي اصدقاء واساتذة وصحفيين وزملاء انا رابطهم في شبكة شخصية وهاي كلها مبادرة شخصية في هذه موقع احنا الان نستغل او مو نستغل نوظف شبكات التواصل الاجتماعي في احد جوانبها الى ان تبقى اواصر المودة والاحترام والتقارب بيننا وبين شعبنا بالداخل العراقي يا خير الرايح الناد اخذ عيوني تشوف الناد مشتاد الأهل الطيبين مشتاد لهم صار سمي مشتاد لهم صار سمي يا عيني ايقاب ناجي يا عيني آيب لا جني يا عيني آيب لا معدي أنا كل سفراتي كانت يعني كأنما أسافر اليوم وأعود غدا إلا السفرة الأخيرة أدركت عندما خرجت من الدار وخرجت بشكل مسرع حقيقة لأسباب شخصية حملت معي حقيبة واحدة ماذا بها؟ الصور والرسائل الورقية تعرف ثقافتنا القديمة فقط أنا جئت للأردن معاي حقيبة بها كل ألبوماتي الصور التذكارية والشخصية الأغلبها طبعا ورسائلي وأوراقي الخاصة وتركت مكتبة كبيرة جدا لا أستطيع أن أحملها معايا فنظرت إلى الدار وكان في داخلي صوت يقول ربما هذه النظرة الأخيرة لكن ما أتمنىها تكون الأخيرة يعني إن شاء الله عندي أمل أن عدنا أمل أن نرجع إلى ديارنا والديار بالمناسبة وردت في القرآن الكريم كبديل أو غديف عن الوطن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق فأنا طلعت من ديارنا لكن في قرارة نفسي كنت وأنا أعبر الصحراء أو السيارة إلى آخره باتجاه الأردن يمكن ألقي نظرة وأقول يا رب اكتب لي العودة بسلامة إلى بلدي هذا الموقف هو الذي يهزني ويبقى دائماً في باتل بعدت عنّا لو بعدنا يا وطن يا وطن والله والله إله والله حير بعدت عنّا لو بعدنا يا وطن والله حير الغربة وحشة ولوه جنة وفرقتها يا تل الشبير ما أسمح حتى النفسي أن أتجاوز امتمائي العراقي لأنه هذا يعبر عن هويتي وهذا ليس حقيقة عنصرية هنا فرق ومو عنصرية هذا حب يعني من المستلزمات المواطنة أن أنت تحب وطنك ويكون عندك ولاء لوطنك ويكون عندك احترام لقوانين بلدك ويكون أنت في أي مكان تكون بالعالم سفير والله أنا أفرح من أشوف بالمحيط اللي أنا عيش به خارج العراق أنه نماذج عراقية يقتدى بها ويحتذا بها أشعر أنه هذا رصيد إليه يعني صار إليه هذا الرصيد وطبعا بنفس الوقت أتأسف عندما أشوف تصرفات عراقية يعني تثلم من الصورة اللي أنا حاملها إلى وطنيتي فبالتالي هذا ما بمجال للنقاش قضية حب الوطن هذه ما لها مساومة يعني لكن أني أنت مرتاح في الأردن من الناحية الاجتماعية أنا مرتاح جدا الحمد لله والشكر وعندي بيت بفضل الله سبحانه وتعالى وعندي راتب وعندي أسرة بسيطة وعندي مصدر رزق وعندي لا لو كل أملاك الدنيا تجيب ليها لا تعوض الوطن بس ما لك بديل آخر يعني يعني الآن لو تقول يعني أنا أحلم أنه تعرف يا محلة أنه ترجع إلى طلابك وإلى جامعتك وإلى مؤسستك مع كل هذه الأوصاف اللي عندي في الأردن يمكن يجوز أنا وضعي معرف أنا يعني من الأردن من جهة أنا رئيس قسم وعميد كلية إعلام وأستاذ عضوهي التدريس ولكن كل هذه العناوين وكل هذه الامتيازات يا ما تعوض حبك لبلدك يا ما تعوض حبي أنا لوطني أبدا بس وين الوطن اللي أنا أترك هذه الامتيازات وأرجع له وهذا يعني كثير من الناس حتى من نوبات يعني أتخاطب وياهم شبكات التواصل الاجتماعي يعني يطلبون مني أساتذة كذا فرص عمل مع أنهم في مراكز متقدمة أقول لي أشي يقول والله ما أصبحت يعني صحيح أنا لا تبي ضخم بس أعيش حياة أمنية غير مستقرة إلى آخره فهذا هو السبب بسرعة خايف للعمور يقضي ترى وخوف ما نوصل وطن ولو وصل هنا ما تخايف نلقى خلصان أهلنا عندي وطن اسمه العراق وعيش في ذاكرتي وعيش في خيالي وعيش في حلمي وهذا العراق أنا دائما حتى أكتب من فيسبوك أقول أنا لا أكترث في كل هاي الدعوات اللي تدعو إلى تقسيم العراق والأقاليم ومدرشين أعتبر هاي كوابيس وأحلام شو أنت تعيش وتنهضم منهم تشوف كل اللي شفته من أحلام كانوا كوابيس العراق يبقى عراق لسبب أسواب كثيرة طبعا لم يرد عندنا في أنا يعني الحمد لله والشكر عندي إطلالة بسيطة على الشرع الإسلامي وعلى الدين أنا أؤمن أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا العراق واحد موحد العراق واحد العراق واحد منذ فجر التاريخ يسمى العراق سمي هاي إقليم الجنوب وشمال وأعرف شنو هاي هيك يعني هذه أمور ظرفية فالوطن هو العراق يبقى العراق العراق صاحب الحضارة اللي تمتد الآن أقدم حضارة على وجه الكرة الأرضية هو حضارة العراق أنا في إنجلترا زرت المتحف البريطاني قلت لهم مين مسؤول هاي القاعة جتني موظفة قلت شو هاي القاعة مسمينها فالاسم ما بكلمة عراق قالت إيه هذه ما عرف والله مبالي الاسم ميزو بوتوليا ما عرف شنو في الاسم يعني أجنبي غريب قلت هاي بلادي أنا هاي كل الآثارات التمنيين قلت من العراق سويت لهيك قلت لش ما تكتبون العراق قالت إحنا نستخدم الأسماء التاريخية إن العراق عند عمق ثمانتالاف سنة الآن ما قلت أقدم ترى من العراق كل هذا الكون فلذلك هذا هو وطني العراق يبقى عراق أنا ما أأمن بكل هذه المشاريع التقسيمية سواء كانت طائفية أو عرقية أو قومية هذه زائلة العراق باقي والمشاريع زائلة ويبقى وطني اسمه العراق بإذن الله ويبقى وطني اسمه العراق بإذن الله شكرا شكرا